اللعب اللعنز أتكلم عليه هو أنتوني مودست لأن بمنتهى الأمانة بمنتهى الأمانة مودست لحد دلوقتي لحد دلوقتي وحطه تحت لحد دلوقتي دي مليار خط يعني بعيد تماماً في المستوى عن المجموع اللي حواليه على فكرة ممكن يكون مستوى كويس بس الحركة بتاعته تقيلة جداً الحركة بتاعته تقيلة بشكل ملحوظ وبشكل مقلق للجمهوري النادي الأهلي وأكيد لكلر وأكيد لكلر ما قدمش أي أمارة للجمهور لحد اللحظة دي ما قدمش أي أمارة هتقولي ما هيقدم أمارة هو لازم يجيب أهداف يا عشي قدم أمارة ممكن تحركات اللعب بالجوارب الفنية اللي ممكن تلاحظها ما لاحظناش أي حاجة من دي بصراحة ما لاحظناش أي حاجة من دي لمهارة مثلاً حصلت ولا لمسة فنية مثلاً تقولها فيه لعبة بتبامل لمسة على فكرة ده لا يقلل من مودست كلاعيب عنده مسيرة رائعة في الدور الألماني كل الكلام ده احنا عارفينه يعني احنا بنقيم دلوقتي طبقاً للعدد أو على عدد الموارات اللي لعبهم مع النادي الأهلي لا فيه جاب في المستوى اوه فيه جاب في المستوى ما بين مودست أو ما بين اللعب النادي الأهلي ومودست اللي حواليه فايقين قوي ما شاء الله هو اللي بعيد هنا فيه سؤال ممكن نطرحه بشكل واضح جداً دايماً احنا كنا بنقول لحضراتكم أياماً مفاوضات مع سوزا ومع مودست ومع الراجل عايز بروفايل بالشكل ده اللي هو كولر عايز واحد طويل واحد مهاجم صندوق الكلام من ده بس انت ما تيجي تبص على اسلوب لعب النادي الأهلي الأهلي مش بيعتمد قوي حتى على الكرات العرضية عشان تقول الراجل ما بجلوش كرات عرضية انا ممكن برضو يكون فيه جزء من الظلم اللي بتعرض ليه مودست بسبب طريقة لعب الأهلي بس انا اللي مستغربه منين كولر عايز مودست بالبروفايل ده او لاعب ومهاجم بالبروفايل ده ومنين الاسلوب بتاع النادي الأهلي في اللعب لا يتطابق حتى هذه اللحظة مع مودست دي حاجة ترجع للمدير الفاني لكن ناتج مودست مع الأهلي حتى هذه اللحظة يعني واحد من عشر في رأي المطادع يعني طبقا ليه اللي تبعناه هل ده معناه ان مودست مش حينطق يعني الفترة اللي جاية مش حيبق احسن حاجة الفترة جاية حبق بعيد كلام من ده لا 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 مش شرط خالص ممكن تلاقي مودست ده من المطش بتاع سنبا مثلا اللي هو المطش اللي جاي بالنسبة لنادي الأهلي الراجل بيرد علينا كلنا ممكن جدا ممكن جدا التأقلهم الجانب البدني هو لسه برضه بعيد رغم ان حصل معه شغل على السعيد البدني في الفترة اللي هم كانش بيشارك فيها مع النادي الأهلي بسبب ان هم تمش قيده افريقيا بالتحديد في دور 32 لكن في نفس الوقت ممكن مع مرور المدة اللي جاية ومع الايام تلاقي مودست استعاد ليقته البدنية وبعد كده يتقلق مع النادي الأهلي ده اللي احنا ممكن نشوفه ممكن قيد